اكد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر ان قادة دول المجلس قد وجهوا كل جهودهم لخدمة شعوبهم ودولهم والارتقاء بالتنسيق والتعاون فيما بينهم لخدمة التنمية في دولهم والحفاظ على امنها واستقرارها لا في تنسموه لان دول المجلس اعطت دروسا في اثر الوحدة والتماسك على مستقبل الدول التنموي واستقرارها الامني مستشد انسموه في هذا الصدد بتوحيد الامارات السابع لتقدم الامارات نموذجا تنمويا وقصة نجاح تروى في المنطقة والعالم بدأت في عهد الشيخ زايد بن سلطان انهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة طيب الله ثرى واسار انجال السموه الكرام على نهجه الحكيم لتزداد القاعدة التي استندت عليها الوحدة الاماراتية صلابة وقوة وتنطلق التنمية نحو افاق اشمل جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من افراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين واستقبال السموه للكتب الصحفي الكويتي ورئيس تحرير جريدة الخليج الكويتية احمد اسماعيل بهبهاني الذي يزور مملكة البحرين حاليا وخلال اللقاء اكد سموه ان علاقات الاخوة والتعاون بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة اعمق من ان تعبر عنها الكلمات فيترتكز على جذور راسخة ووشائجة قوية من المحبة والمودة التي ارساها الاباء والاجداد وقال السموه اننا محظوظون بهذه العلاقة فنحن شعب واحد وما يجمع بيننا تاريخ طويل وممتد من المحبة التي تزداد قوة يوما بعد اخر واشهد سموه بالدور الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت واسهاماته العديدة في خدمة الانسانية ومبادراتها الرامية الى نشر السلام والاستقرار في مختلف انحاء العالم في ظل ما يتمتع به سموه من خبرة طويلة وحكمة في التعامل مع مختلف القضايا الاغليمية والدولية واجدد سموه تقدير البحرين وشعبها لاسهامات دولة الكويت الشقيقة في دعم جهود التنمية في المملكة تجسيدا لما يجمعهما من تاريخ ومصير مشترك ونوى سموه الى ان اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج عملوا بكل عزم على تنمية وازدهار شعوبهم فاستحقوا ان ينالوا كل الاحترام والتقدير على كل ما قدموه من عمل لبناء اوطانهم وشدد سموه على ان التطورات التي تشهدها المنطقة وما توجهه من تحديات عديدة تحتاج الى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك الذي يحفظ لدول المنطقة امنها واستقرارها ويجعلها اكثر قدرة وانجاز على صعيد التنمية لصالح شعوبها واكد سموه على همية تعزيز العمل المشترك وزيارة التواصل والتفاهم والتنسيق المشترك بين الدول تجاه كافة القضايا بما يعزز من منظومة الامن الخليجي ويوفر لدول والشعوب المنطقة الاجواء التي تمكنها من استمرارية خطط التنمية والتطوير ترجمة نانسي قنقر